نفى المركز الآلمي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية من أنباء بشأن تقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ 35 جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2023-2024 أكد المركز أن الوزارة تعتمد دائما في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على استخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام وهو ما تم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة مشيرا إلى أن وزارة المالية تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمولية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات وتقدير الاستثمارات وغيرها